يدق نقص الخطر مجددا في العراق حول أزمة شح المياه وهذه المرة في التقرير الجديد الذي كشفت من خلاله اليونسكو نيابة عن لجنة الأمم المتحدة بورود العراق ضمن قائمة الدول الأكثر نقصا في المياه عام 2050 التقرير أوضح أنه من المتوقع أن يزيد الطلب العالمي على المياه بنسبة 20% إلى 25% بحلول عام 2050 وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعني هذا أن 100% من السكان سيعيشون في ظل إجهاد مائي مرتفع للغاية بحلول عام 2050 مشكلة تضرب مؤشر الاستقرار السياسي والاجتماعي والتي من الممكن أن تهدد العراق حيث تسببت عقود من سوء إدارة المياه والاستخدام غير المستدام للمياه لأراضي الزراعة بالإضافة إلى ما يحذر منه الخبراء حول غياب طرق الري الحديثة والذي يعتبر ورقة مهمة على طاولة الحكومة من حيث البحث عن حلول جذرية لحلها محافظات عدة في العراق وبحيرات طبيعية أودى بها الجفاف إلى الموت كل هذا يضاف إلى قطع إطلاقات المياه من دول المنبع مثل إيران وتركيا والتغير المناخي أيضا والجفاف اعتبارا من عام 2022 عن ما يقرب من نصف سكان العالم ندرة حادة في المياه لجزء من العام على الأقل في حين واجه ربعهم مستويات عالية للغاية من الإجهاد المائي باستخدام أكثر من 80% من إمداداتهم السنوية من المياه العذبة المتجددة ملف يهدد الأمن والاستقرار السياسي كذلك يحرك دعوات عاجلة لمواجهة أزمة قد تبدد مستقبل الازدهار وتثقل كاهل المواطن العراقي